انت حس ان هي طويلة شوية لكن زي ما اتفقنا انت مش محتاج تقرأ التفاصيل الا لو الامبوت والاوتبوت صعب فانا الاول حبص على الامبوت والاوتبوت حلاقي ان الامبوت عبارة عن رقم وبعدين الامبوت عبارة عن جملة والجملة دي في النص فيها نفس الرقم طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن احلها بالضبط زي المسألة اللي فاتت انا محتاج احجز انتجر واسكان من اليوزر الانتجر وبعدين اطبع الجملة دي واجي عند الرقم ده اعمل برسنتج دي واكتب اسم الانتجر فحاجي هنا فعلا هو عملت انتجر وبعدين جيت هنا عملت برينت ايف قلت له enter the number يدخل الرقم ولما دخل الرقم عملت سكان ايف للرقم وسجلته وبعدين عملت برينت ايف لنفس الجملة وحطيت برسنتج دي وكتبت اسم الفاريبل طبعا مش مهم اسم الفاريبل حتتسميه ايه دلوقتي لكن انا عايز اقول لك انا ما اريدش ولا كلمة انجليزي كاني مش عارف اي حاجة في الانجليزي ده تمام بس انا كمبرمج انا اقدر افهم هو ايه الموضوع انا شايف هنا رقم والرقم ده input فمعنى ان هو input ان هو بيتغير فلازم يكون في الفاريبل لكن الoutput دي جملة فمعنى ان هي جملة ان هي مش بتتغير لكن مين اللي ممكن يتغير الرقم اللي كان داخل اصلا في ال input اه دي الحتة الصغيرة اللي هتتغير فالموضوع محتاج منك مفهمية اكتر ما محتاج منك انك تكون فاهم انجليزي انت اللي لازم تكون فاهمه بنسبة 100% هي البرمجة يعني انفعش تبقى مبرمج وابتغلط في البرمجة او مش فاهم برمجة كويس لكن الانجليزي مش مهم دي مش شغلتي انا مش مدرس انجليزي مش فارق معايا الانجليزي وانا مش مزيع في التلفزيون عشان اطلع اتكلم انجليزي كويس كل ده مش فارق انا شغلتي مبرمج لو انا مبرمج شاطر فانا حقدر افهم بسرعة واقدر اعمل للناس اللي هم محتاجينه وبالنسبة للانجليزي او الترجمة ممكن استخدم زي ما اتفقنا جوجل ترانسليت او اي سوفتوير زي ما اتفقنا جوجل ترجمة نانسي قنقر